السلام عليكم ازايكم عميني ايلا اخبار اتمنى اكونوا بخير النهاردة معنا اه جزء جديد في السلسلة بتاعتنا بنتكلم فيها عن اباتشا سبارك اباتشا سبارك هو لو بنتكلم على التولز بتاعت الديتا ترانسفورميشن والاتل والستريميج اباتشا سبارك هيبه هو توب كريم بتاعنا اللي هو التول اللي حاليا معظم الشركات تاعت البيك ديتا بتستخدمها ويعني حتى لما جينا تكلمنا قبل كده على هدوب وقلنا هايف وعاد نتكلم على كنا بنبنيها عشان نوصل اللي احنا مانين نستخدم اباتشا سبارك نبقى فهمين كويس دينير جاية ازاي وشغالة ازاي طيب ام النهاردة هنتكلم على اباتشا سبارك طيب ايه الهدف من الكورس دا ايه يعني احنا عملنا كورس بارك يعني ليه اهداف ايه اهداف كورس بتاعنا بشكل عام اول حاجة عايزين نفهم اه ام بتاع اباتشا سبارك ايه 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 الاسيات ازاي شغال ايه الحاجات اساسية اللي اباتشا سبارك بيعتمد عليها عشان يشتغل ام جزء التاني ان انت ازاي تبني اه باستخدام اباتشا سبارك ودي حتة اه هنتكلم فيها احنا بعد ما نشرح هزي نبدأ ناخد فترة ان احنا نقعد يبني ابني كتير مع بعضها. اه جزء التالت هو نحن نفهم المين اللي هي الاردي دي والداتا فريمز داني كمان بعدين بس دول اهم حاجة نبدأ نشتغل عليهم ونفهم ام بعد كده هنتكلم ازاي اكبر مشكلة بتواجه الناس لو جيناك كلمنا بشكل منطقي مش انك تكتب كتابته سهلة جدا بس هو ازاي بقى تتيون وطلع حاجات الابليكيشن ده او ده دي مش عايز اقول اصحب حاجة بس دي من اصحب الحاجات اللي بتواجهنا عشان نطلع اوكي اه برضو هنتكلم هناخد جزء منعين في الكورس وهو مش التركيز ازاي الكورس بس حيث ازاي تبني ازاي تبني باستخدام اباتشا سبارك ده جزء هنتكلم عليه برضو. ام وجزء بار تاني هناخد هنتكلم على سبارك ام ليب سبارك هي جزء من ايكو سيستم وهنتكلم ازاي لو انت عندك مشكلة ازاي الموديل ده البيب لين انتو انت يرن على سبارك اوكي ام حتة برضو مهمة نور نتكلم على ازاي تتبلو ايباتش سبارك على برودكشن ونور نتكلم على شوية يوسكيس يعني يوسكيس هنتكلم عليها باستخدام على ازاي تتبلو ايباتش سبارك على كلاود على اه ام بريميس طب لا ام بريميس اشتغلها على يارن ولا على كوبانيتس طب على كلاود اشتغل ايباتش ايجو داتابريكس اي اي ان كان. طيب ام الجزء التاني هنا احنا الكورس ده اه مؤتمد على اي? الكورس ده مؤتمد على كتابين وش هاي بلوكس? ايه هم الكتابين? اول الكتاب هو كتاب ده رائع جدا هو اه بيشرح يعني وبيشرح تفاصيل في كتير وكتاب ده بلاش يعني اه يعني مفتوح ممكن تخش تدول نود الكتاب وكتاب التاني ده معلوماتي ان هو مش فري يعني مش تدول نوده بفلوس يعني عشان تدول نوده محتاج فلوس تشتري كتاب ام احنا معتمدين على هما الاتنين. انا كنت هشتغل من يعني بس بس بسبب ان كل كتاب لي مميزات وليه تكات هو مهتم بيها عن كتاب تاني فانا اطررت ان انا لأ محتاج احضرها من الاتنين. يعني انت لو قلت الكتابين دول كورس بتاعنا موش لازمك. يعني انت كده تمام خليك كامل دي انت بتقرأ وانت كده هتوصل لنفس اللي وصلنا لهم الكورس. طبعا الكورس بتاعنا الهدف منه اساسي هو ان احنا احنا بننخص الكتب احنا بنبني بنشرح بيزد على الكتابين دول. اوكي? اه وشوية بلوك بوست. في بعض الحاجات في ميش للأسف. بس حتى في الكتاب نفسه هتلاقيه اه مش هزور اكزامش ما اشتدتش بس في تلاقيه في بعض اكزامش هو حطت مسلا ليا الشركة السي اللي عامل بلوك هي بيقول لك رجع لها لو عايز تعاف مودي تيليز. سمعيني مفروضة الكتاب بتاع مودي تيليز من كتاب لا هي هي دي حتة في سبارك. اني في شوية التوبيكس مش هتلاقيه موجودة في سبارك. في شوية حاجات ممكن نفتح حكومتها في سبارك نفسه هالكو في. فدي حتة مهمة هنعملها. فدول مني بتقوم الكورس ده. ام طيب ايه البريكوزة داع الكورس عشان تبقى انت بالكورس داعنا ام احنا بنفترض انك انت عندك انك تبرمج بالسلام بايسون. لو انت متعارش بايسون هي يعني لغة برامجة النظيم بسيطة انك تعلمها هي كورس دايب اصابة شوية مش نعلم برامجة في الكورس ده يعني بفترض انك عارف عارف ازاي تكتب كود عارف ازاي تهاندل آآ آآ م تهاندل شوية تفاصيل آآ بسان بايسون احنا به نتعلم ازاي نكتب سبارك او سبارك اوكي? هنكل كارد شوية على بايسون فاسي سكالا والكلام ده بس يعني ده انشيالي. انا اكتراف دي مش قوي بس هي انا بتكلم اكتراف مسلا ازاي سيمبل كوماند. او مش عارف ممكن تبص اي شيء او تمشي معانا في الحتة دي. حتى اخيرة احنا بنفترض انك انت فاهم شوية شرحناها في يعني احنا مش نبدأ من تاني. حن ميجي عندي هنجوب صراعا احنا شرحناها بالتفصيل. احنا بنو كوماندي انك انت تبص على اليوتيوب بلاي لست عيتنا. بس اي كورس او كتاب لو رحت هدوب بس انا بفترض انك انت قاريتهم وانك انت فاهم التفاصيل دي عشان في حاجات كمش هزنوا نعيدها تاني. في حاجات عشان نفهم بس احنا ده الجزء الاخير اللي احنا كنا نقام عليه في الفيديو ده. اشوفكم الاخير ان شاء الله في الفيديو جاي. سلام عليكم.